مرحبا بكم إلى موجز أحداث ظهيرة على قناة الحدث الإفريقي افتتحت الأربعاء بمكسيكو أشغال المؤتمر العالمي لليونسكو حول السياسات الثقافية والتنمية المستدامة مونديا كولتن وذلك بمشاركة المغرب ويمثل المغرب في هذا الحدث الثقافي الذي توصل إلى غاية 30 شتنبر الجاري وزير الشباب والثقافة والتوصل محمد المهدي بن سعيد لإبراز التجربة المغربية في المجال وبحث تطوير التعاون مع الدول المشاركة وفي كلمة افتتاحية دعت المدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولايا إلى تعبئة المجتمع الدولي للنهوض بالثقافة التي تجمعنا وتوحد إنسانيتنا باعتبارها إحدى دعمات التوافق والسلام في أوقات النزاع أفاد الوزير المنتذب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالنزانية فوز لقجاع الأربعاء برباط أن مراجعة المالية العمومية تمثل آلية مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية وشدد لقجاع في كلمة خلال افتتاح ورشة تحت شعار تدبير الميزانية بالمغرب والنهج الواجب اتباعه نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي على أن المقصود هنا بمراجعة المالية العمومية عملية التقييم المتعمق للنفقات العمومية القائمة بغية تحديد سبل تقليص أو إعادة توجيه النفقات انطلاقاً من النفقات ذات الأولوية المنخفضة أو النفقات محدودة الكفاءة أو النفقات غير الفعالة أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري الأربعاء بلشبونة مبحثة مع رئيس اتحاد مقاولة البرتغال أنتونيو ساريفا تمحورت حول الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022 حول تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال ونقش الجانبان خلال لقاء الوسائل اللوجستية والإدارية وشروط انتقاء حوالي 400 عامل مغربي وتتبوحهم وإدماجهم في المقاولات البرتغالية مع ضمان كافة حقوقهم المرتبطة بالعمل والأجر وتغطية الصحية والاجتماعية وتوفير كل ظروف لإنجاح هذه العملية على نحو الأمثل أعلنت المفتشية العامة للدولة الأربعاء عن اختلاس أزيد من 51 مليار أرياريس نحو 12 مليون دولار على مستواعدة مؤسسات عمومية ملاجاشية خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية وقال المدير العامل المفتشية دانييل راندريان ريفوني خلال تقديمه تقريرا لنشاط هذه المؤسسة أن ثقافة الإفلات من الرقاب قد تتوسع أكثر في ظل بطئ إصدارة عقوبات إلى أن المتحدث لم يعطي تفاصيل عن الإدارات المعنية وطبيعة الاختلاسات وأكد على ضرورة ترضي المتورطين في أعمال الاحتيال من الإدارة العامة معربا عن الأسف لتعقيد الإجراءات المرتبطة بفصل الموظفين مثل أربعة مسؤولين من قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا سنديف أمام قاد عسكري بعد اتهامهم بالاحتيال والفساد بخصوص شراء معدات الحماية الفردية في ذروة وباء كوفيد-19 وأوضحت السنديف في بيان صدر الإثنين أن هؤلاء الضباط ثم توقيفهم بعد تحقيق وصدور تقرير للوحدة الخاصة للبحث مشيرة إلى أن التقرير يتهم 15 مسؤولا بوزارة الدفاع بالتورط في شراء محتمل لمعدات بطريقة غير قانونية كشفت الوكالة الجنوب إفريقية للإحصاء والسكان ثلاثاء أن العدد الإجمالي للمقاولات التي تم تصفيتها في جنوب إفريقيا ارتفع بنسبة 44.8% في غشت 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وقالت الوكالة في تقرير عن وضعيات الشركات في هذا البلد الذي يعاني من تباطئ اقتصادي منذ عدة سنوات إن إجمالية تصفيات في الربع الثالث من عام 2020 شهد ارتفاعا بنسبة 18.8% أتينا إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء شكرا على المتابعة إلى اللقاء